السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويعطيكم العافية شفنا في اللقاء الفات كيف عملنا الشكل هذا قولنا شوية براميل على شوية سنديق هنا قولنا هدول راح يتفاعلوا مع عملية اطلاق الارصاص بدنا اشياء تبقى تنفجر تبقى اشياء تنفجر وعملنا دالة صغيرة او عملنا كود ربطناها بالارصاصة وعملنا دالة صغيرة ما عملناش فيها تقريبا ولا حاجة الا كلمة print اتأكد ان هي بتشتغل ولا بتشتغلش الان انا بدي اقول له اسمع بديش الرصاصة ممكن تخبط في اي حاجة ممكن تخبط في الارض في السندوق في البرميل في البيت دا اقول له اذا خبطت الرصاصة في البرميل انا بدي اياك تعمل الانفجار بدك تعمل بالذكية الان اللي انا بدي اياه احط شرط اذا خبطت الرصاصة في البرميل اي برميل اي واحد فيه اي برميل من هدول اذا خبطت الرصاصة بدي اك تعمل الانفجار وادي اقول له اذا كان لارصاصة. خبطت في كليجين اذا الا estimate هذا الا انه يعطيه ان الى الطاقة. هذا الجسم اللي خبطت فيه الارصاصة او اللي خبط فيه الجسم اللي محضوط فيه الكود هذا. اللي هو في حالتنا هذه الартاصة. رح اقول له اذا كان الكليجين هذا اذا اشوف اذا الكوليجين هذا مشكلة انه البرميل الكوليجين هذا بنفع يبقى البرميل اسمه مش عارف ايش واحد او مش عارف اتنين فهو بنفع واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة انا ايش بده اقول له اسمع اذا كان الرصاصة اذا كان فيه التصادم صار مع جسم ببدأ او مش عارف ايش اعمل لي انفجار لانه واحدين تلاتة اربعة بده اتجنبهم فانا بدي افحص اللي هانا اسم الجسم اللي اتصادم معه فابده اقول له اذا كان الكوليجين تبعتي الكوليجين تبعتي هادي اللي هي بالسمول لان هادي المتغير عندي بالسمول اه اتصادم معه كيف بدي اقول له اه في عندي دالة في عندي دالة بتفحص كنترول اكس احفظها هي تابعة لسترينج للنصوص استرينج دوت كمبير قارن لي اذا نقطة مهمة استرينج دوت كمبير وازا بدك اريحك عشان ما تتغلبش تعالي طلع كل الكلام برا هذا اكس طلع لي اياها قول استرينج دوت كمبير يعني قارن للنصوص ايش بتاخد هادي الدالة اه بتاخد عشر عشرة انا بدي رقم ستة وينك 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 بدي رقم ستة واش عارف اقام ستة انا احفظها او 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 افتح تلاتة اربعة خمسة ستة انا بدي هادي اقول لك عبر النص الاولاني وعبر من وين بدك تبدأ عبر النص التاني عبر من وين بدك تبدأ عبر طول المقارنة بدي اقارن فيها طيب ايش النص الاولاني النص الاولاني خلينا نعتبر الكوليجين هذا كوليجين كونتر زد كوليجين كوليجين دوت في حاجة اسم هنيم هنا نيم ما فيش حاجة اسم هنيم اذا دوت جيم اوبجيكت انا عارف من القول اوبجيك دوت نيم فيها الاسم تبعي هيك انا وصلت لالاسم تبع الجسم اللي انا صدمت فيه الكوليجين هذا هو التصادم قلت له اسمع بدي اعرف ايش اسمك فقلت له كوليجين دوت جيم اوبجيك دوت نيم فاصلة سفر بدي اقارنه من اول حرف فيه اللي هو من حرف الاو طيب بدي اقارنه مع مين مع النص التالي اللي هو نفسه هذا خلينا انسخ احسر لي او اريح لي في الشغل كونتر زد كونتر الكوب قارن لي يا بالله مع هذا فاصلة بردو بلش قارن من السفر من اول حرف من حرف الاو طيب اكم من حرف امشي بقول للمشي لك واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة دعش اطناعش تلتاشة اربعطاعش هاي تلتاشة راح يبقى يقرر لي اول 13 حرف مع الكلام اللي هان. اذا تساوه راح يطلع لي قيمة سفر. اذا تساوه راح يطلع لي قيمة سفر. ايش عرفك? تعال شوف. افتح القوس اللي هان. بقول لك انا برجع انتيجر. انتيجر رجع سفر معنى عملية المقارنة صحيحة. والاسم اللي هان. المخزن فنهم هو نفسه بساوي الاسم اللي هان. فانا راح امسك هادية جملة كلها هيكة. كنترول اكس. واحط جوة جملة اف. اذا كان هادا كلام كله بساوي سفر. فبدي انا ابلش اشتغل. ايوة. يمشي الجهاز بطيء شوية. بدي ابلش اشتغل. اذا ايش اللي عملته انا فحصت. ما هو الاشكالية ان بدي ايه يخبط باي برميل. فاي اسم ببلش بقول مش عارف ايش. اه اتفعل لي معه. ايش ده تعمل لي? بدي اضيف عليه قوة عشان يعمل لي انفجار. بدي اضيف عليه قوة عشان يعمل لي انفجار. فراح اجي امسك هادا الجسم اللي انا خبطت فيه. يعني هادا هو عبارة عن البرميل. راح اقول له البرميل تبعي. كنترول زد. كنترول زد بهم مش. راح اقول لبرميل تبعي. هيكوا بيه? دوت جيت كومبوننت. دوت جيت كومبوننت. اه ما فيش يقول آآ جيت كومبوننت يعني ابدا ما فيش. طيب راح اقول له دوت ترانسفورم دوت جيت كومبوننت. بتدعي حصل علي كومبوننت. ايش الكمبوننت بتدعي حصل علي? هو ريجيت باضي. هو اللي فيه عملية اتصادم. دوت ريجيت باضي مش الجسم عليها ده ريجيت باضي اه. اذا دوت ريجيت باضي. طيب الان انا حصلت على ريجيت باضي اللي مرتبط بالجسم تابع. مش الجسم تابع هادا حطيت على ريجيت باضي. هينمسكته. الان دوت آد. فيه ان اد فورس. لكن فيه جنبها اللي هي اعمل قوة انفجار فانا راح اجعل طيب افتح هشوف ايش بياخد براميطر هذا قال لك بياخد ثلاث حاجات او ثلاث احتماليات ومكانه وقوته اه ممتاز شدة القوة تبع الانفجار مكان الانفجار وين صار الدائرة اللي راح يتأثر فيها الانفجار او راح يتأثر في الانفجار الدائرة اللي من خلالها راح يتفاعل مع الانفجار تبعي اذا ان هذا الخيار جيد شوف فيه خيارات تانية يعني كل ما لها بتطول معي كويس هذا راح امشي على الخيار هذا اول حاجة ايش بيقول لي انا راح افترض من شدة الانفجار 100 وبعدين بقى اجرب اذا لقيت الانفجار شديد بقى اقلل المية لقيته قليل بقى ازود المية اكسبلوجين بوزيشن ان هو الموقع تبع الانفجار تبعي اللي هو موقع البرميل انا بدي اياه موقع الانفجار هو موقع البرميل يعني اقول له او اشوف فيها بوزيشن مباشرة بوزيشن ما فيش فيها اوكي هاي الموقع تبع البرميل اللي هو نفسه موقع الانفجار تبعتي اخر شي اكسبلوجين ريدياس اللي هي الدائرة اللي لو كان الانفجار جواها راح يتأثر البرميل والدائرة لو كان الانفجار البرميل خالج الدائرة هاي متأثرش فيها راح نحطه برضو مية من باب التجربة بعدين بقى اعاير في القيم هاي وهي سكرت القوس بش عارف القوس مسكر هانا ولا فاتح اوكي هاي مسكر عندي هان في اشي انفتح القوس اهي فاصلة بانقوطة هيك انا ممكن اعمل انفجار هيك انا ممكن اعمل انفجار راح احفظ الشغل تبعي واجرب اطخ على البرميل اشوف راح ينفجر ويعني راح يطير بطريقة انفجار والله مش راح يتأثر هاتي نشوف مالك لير هنا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم وناخد الولد تبعنا ونروح على البرميل تبعتنا طبعا هاي اللي رصاص هاي خلي المباشرة نروح على البرميل هاي اه طلع كيف البرميل طار اه هاي بش طلق هاي بش تحثير الصاصة تحثير ايه برميل وتحثير القوة تبعتي اه طلع قدي طار طيب الان لو انا حولت ازيد القوة تبعتي ينبغي ان انا بجرب بلاش تبقى مية هاتي نخليها قوة كبيرة هاي الف هاي حفز الشغل تبعي ووقف اللعبة وانشغلها خلينا نروح لاخواتنا البرميل تبعونا هادي هاي حرف الاف اه المفروض انه يطير اقوى من هيك بس الامور ان شاء الله طيب خلينا اشوف طيب انا راح اروح على القوة تبعتي واعطيها بدل الالف اعطيها كبشة الشفار هيك اعطي قوة يعني شديدة اشوف بس التأثير كيف شغال مش شغال فيه اشكالية اشوف النتائج شوف هذا حرف الاف واو دمر اه بيختفي من كتر القوة شديدة عليه خلينا اضعفها شوية بس انا كنت اتأكد من الامور هيحفز شغالة صح القوة شديدة واضح ويد ودات البلمية في اخر الدنيا اذا الامور صح طب انا اجرب شغالة تانية اشوف لو تخيط السندوق مثلا اه بتأثر تأثير بسيط لانها التأثير هذا نتيجة لرصاصة مش نتيجة الانفجار اللي انا حطيته عندي اذا هيك انا اعملت الانفجار اخليه زي ما كان مية كويس ألف بمشي الوضع اه طيب انا ايش لضي اه قال لك انت عملت انفجار لبرميل واحد انا بدي البرميل اللي حوالي ينفجه انا مش عايز البرميل اللي حاله ينفجر انا بدي يصير لما انفجار البرميل واللي حوالي يطيره مش بس واحد اه طيب بقول لك هات نشوف الاصل انا بدي اعمل حاجة اعرف كل البرميل اللي حواليه بدي اعرف كل البرميل اللي في الدائرة تبعته اللي راح يتأثر بالانفجار. هاد الكلام بقدر اعمله من خلال حاجة اسمها فيزيكس. فيزيكس. دوت. ايش كانت? اه اوبرلاب سفير. بتطلع ما اللي بيطلع الكورال في المنطقة اللي عندي. افتح جوز شوفوا شو بتاخد براميتر. ده اللي بس اعطينا نقطتين. النقطة لمركز الكورة تبعتك هادا. والدائرة اللي بتدخل فيها كل البراميل او كل الاجسام اللي عندي. اه راح اقول له البوزيشن تبع هو نفس البوزيشن اللي هنا. اللي هو البوزيشن تبع مين? تبع الصندوق اللي صارت فيه البرميل اللي صارت فيه الارصاصة. فاصلة الدائرة تبعت برضو راح حط مية. انا بحط ميات يعني هي كتجاوزا. طيب هادا صحيح شو برجع? هاد الدالة كلها ايش بترجع عندي? بترجع عندي الري من ايش? من الكولايدر. ليش? لان يمكن هادا الدائرة تبعت الانفجار تبعتي فيها خمس اجسام باراميلو سنديق وكزا. الخمس اجسام هادول اوين بدي امسكهم? بديوا يرجع اليوم في الري عشان هيك انا راح اضيف الري اف كولايدر. راح اعرف هنا. كولايدر. واعمل له الري هيكة. واعمل سي ال الري. يعني انه مصفوفة من المجسمات تبعتي. وهي اللي بديوا يساوي. اذا اللي بديوا يطلع هانا هو كل الاجسام اللي في داخل دائرة الجسم اللي انا طخيته. راح يطلع اليوم وحطي اليوم في وين? في مصفوفة. المصفوفة الان القوة هادا بيش اعطيها لأي جسم. هل من دو اعطيها؟ بدي اعطيها للبراميل فقط. او لكل الاجسام اللي عند تقريبا. البراميل. خلينا نشوف. اخينا نشوف هذا ان شاء الله في اللقاء الجاي. ويعطيكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.